من 5 إلى 6 مليارات دولار وصلت مديونية السلطة الفلسطينية جزء منها دين مستحق للبنوك والجزء الآخر دين مستحق للمتعاقدين مع السلطة كالمستشفيات وشركات الأدوية وهيئة التقاعد ديون لا تملك الحكومة الفلسطينية اليوم القدرة على سدادها بعد وصول أزمتها المالية إلى مرحلة خانقة هذه الأزمة بدأت مع توقف الدعم الأمريكي للحكومة الفلسطينية وأيضا الدعم العربي إلى خزينة الحكومة الفلسطينية أيضا توقف خلال السنوات الماضية وأيضا في العام 2021 توقف الدعم الأوروبي لأسباب فنية السلطة الفلسطينية وبعد اجتماعها مع الدول المانحة في أوسلو الأسبوع الماضي طالبت بإعادة الدعم الأوروبي وطرحت عدة خيارات للخروج من أزمتها منها إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل هناك العديد من الملفات إذا تم تسويتها بالإمكان إغلاق العجز بشكل تام في الموازنة الفلسطينية وأي مساعدات خارجية تذهب لمشاريع استثمارية لمشاريع تنموية الجارية إسرائيل بحسب اتفاق باريسا الاقتصادي تجبي عائدات المقاصة لصالح السلطة مقابل ثلاثة في المئة من تلك العائدات لتصل قيمتها إلى سبعين مليون دولار سنويا يضاف إليها ما تقططعه إسرائيل من جانب واحد بدل خدمات تقدمها للسلطة ويعتقد الفلسطينيون أنها أعلى مما هو مستحق نتحدث عن زيادة كما تقول الحكومة الفلسطينية حوالي 20% في اقتطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الطبية هي تتم باقتطاعها من طرف واحد دون الرجوع إلى السلطة وتجدر الإشارة إلى أن معظم الاقتطاعات التي تصادرها إسرائيل من مستحقات السلطة تستغل كعقاب لها على قضايا مختلفة كإجبارها على وقف رواتب أسر الشهداء والأسرة ومزيدا من التنازلات عن الحقوق الفلسطينية المشكلة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية تكمن في عدم سيطرتها على الموارد الطبيعية لدولة فلسطين أو حتى على المعابر والحدود ما يجعلها تحت رحمة الاحتلال وما يجبه لصالحها من أموال المقاصة نصر سلمي رغم الله الميادين